في ظل توالي تحذيرات المسؤولين العسكريين والسياسيين في الجزائر من تنمي حالة الاضطراب الأمنية على الحدود الوطنية ولا سيما بعد الاعتداء الارهابية الأخيرة الذي استهدف القاعدة النفطية الواقعة بين المنعة وعن سالح جنوب البلاد سرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى شراك إطارتها في التعبئة والتأهب لحماية الوحدة الوطنية وأحفظ المرجعية الدينية للشعب الجزائري أمام التهديدات المختلفة خاصة بعد توجيهة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة داعية إلى التعبئة الشاملة للأمة في مواجهة هذه التهديدات بيان الوزارة صادر عقب اللقاء الوطني لمفاتيشي القطاع الذي جاء في نفسه اتجاه تعليمات الرئيس بوتفليقة دعا أئمة المساجد لتخصيص فقرات من خطب الجمعة لتحسيس المواطنين بما يحيط بالجزائر من مخاطر وحثهم على الدفاع عن الوحدة الوطنية وحماية أبنائهم من الأفكار الدخيلة والطائفية الهدامة المفرقة للصفوف والالتفاف حول قيادة الوطن كما طالبت مصالح الوزير محمد عيسى من الأئمة أن يبث رسائل قوية يرفعون من خلالها معنويات قوات الجيش وكل أسلاك الأمن الساهرة على حماية الوطن ويأتي هذا الموقف في وقت كثر الحديث عن اختراقات فكرية ووجود تحركات على جميع المستويات بما فيها المساجد من أفكار لا تنسجم مع توجهة المجتمع الجزائرية